استقبل وزير الخارجية سامح شكري منصق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيرت ماك جيرك واخر وخلال اللقاء بحث جانبان الوضع الرهن للمقترح الخاص بوقف اطلاق النار في غزة وتبدل الأسرى والمحتجزين وجهود الوساطة التي تطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الشأن حيث أكد جانبان على أهمية قيام إسرائيل وحركة حماس بإتمام الاتفاق في أسرع وقت واتخاذ خطوات جدة وحقيقية تضمن التوصل لوقف اطلاق النار في كامل القطاع من جانبه أكد وزير الخارجية على مواصلة مصر لتكثيف جهودها لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة مشددا على الحاجة الملحة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي المقابل أعرب منصق البيت الأبيض عن حرص بلده على مواصلة العمل المشترك لإنهاء الأزمة في قطاع خزة مثمنا التنصيق رفيع المستوى بين البلدين في هذا الصدد والدور الحيوي الذي تطلع به مصر على كافة المسارات الإنسانية والسياسية والأمنية للحد من الأزمة واحتواء تدايعياتها